اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اللي وصحبي أجمعين القصة دي للكاتبة المبدعة أسماء عبدالهادي ويلا بينا نبدأ قصتنا السلام عليكم أنا اسمي روح عملت حاجة هتعرفوها بعدين و للأسف دلوقتي أنا عربانة والبوليس بيدور علي فدلت عربانة كتير لكن صحبتي الوحيدة هي اللي فدلتني من الدنيا وحشتني وجيت أشوفها تلهت البيت وأنا جسمي كله بيترهش وقفت قدام الباب وذكريتي الجميلة اللي قدت بقضيها مع أونس كانت بتير حوالي وفوق راسي لكن فجأة ظهر شبح مخيف للي عملته وبخر كل ذكريتي السعيدة دي وقفت سأل نفسي هل أنا فعلا أستحقق أونس بعد اللي عملته ده أونس إنسانة طيبة ونقية بس أونس تستحقق حد أحسن مني أنا منفعاش أنا أزيها أنا هرجع أخدت أصعب قرر في حياتي أصعب حتى من اللي عملته في جدتي قرر إني أبعد عن أونس نهائيا بعد ما كان أقصى أمنياتي أني أقابل أونس تاني فكرت أني أتبعا بعيد وعرف أخبارها واكتفت ده أفضل من أني أقحمة في ضحيم حياتي اللي ملهاش ملامح من أصله لفيت وشي عشان أرجع من مكان ما جيت لكن لسوق الحظ كانت أنت بتفتح الباب عشان تحط الزبالة قدام الباب عشان عامل النظافة يجي أخدها فشفتني وأول ما شفتها دمع نزلت من عيني بدأت تدقق شوية في ملامحي لكنها ما قدرتش تعرف أنا مين أو ما تخيلتش أني أظهر بعد العمر ده كله أنت مين يا بنتي بلعة تريقي هعمل إيه هرد عليها زي عشان أخبي وأقول أني تقريبا جيت بيت غلط لكني للأسف مش بتكلم كنت انفقراني عشان صغيرة مش بعرف أتكلم ولما أكبر عودتي هتتفك وهقدر أتكلم لكني بضلت كده وزي ما الناس بيقولوا علي خرصة ولقيت أن أنسى بحل أني أعرب من قدامها وانزل جاري لكني لقيت أنس كانت لابسة ومستعدة أنها تخرج وأول ما شفتني الشنطة وقعت من إيديها وجريت علي وأخدتني من إيديها وهي بتصرخ بإسمي بفرحة روح أنا مش مصدقة نفسي لدفق حضنها الحاني وأنا بصرخ بنفسي بصراخ ولو تسمع أسمع اللي مش بيسمع ياه قد هي كنت مفتقدوها معقول معقول يا أنس لسه بتحبيني بعد سنين دي كلها ويا ترى لو عرفت حياتي هتبقى لسه بتحبيني برضو خرجتني من حضنها ومسكت دراعاتي وهي بيبصلي فرحة من سياعها ياه يا روح أنا قلبت الدنيا عليكي بقى لسنين قالتها ورجعت تاني ضمتني لها بحضنة قوي فدلت عايت عايت جمد وبحرقة وصوت بوكائي بدأ يهلة فقرب الطنط اللي كانت وقفة بابتسامة من أول معرفة أن يروح بس كانت سايبة الفرصة لبنتها إنها يعني تعبر عن فرحتها برجوعي قال في حمد الله على السلامة يا بنتي والله يفرحنا برجوعك وشفتك من تاني وفي المكتب الخاص بالزابط زين رئيس كسم الشرطة والمباحث كان جاسر قعد معاه وبيتنقش في قضية جاسر برضو زابط لكن أظهر منه سنا أو أقل رتبة منه خلصوا شغله على القضية فجاسر انتهز الفرصة وفتح زين في موضوع زين أنا قد عايز أتكلم معك بجدية شوية زين بص في الساعة بتاعته لأن دم عايد رجوعه البيت هيا عايزي زين بلعلك اسمع مني كابن عمي مش رئيسي في الشغل زين لو أبقه لأنه تقريبا كده عارف جاسر بيتكلم في إيه بس سابه ويتكلم ويقول اللي عنده ماشي قول عايزي انت ليه مصممت قبض على الروح بصله زين وهم استغرب جدا انت لسه بتسأل دي متهمة في جريمة قتل يعني مجرمة ومطلوبة لعدالة أسابها بقى واللي قدي واجبي واسال لي ما تخط جزاقها لسه ما تأكدناش من ده وكمان يعني ما تأكدناش كل الأدلة والبصمات بتقولين هي قتلت جدتها انت بتحكي فيه بس يا جاسر زين سابه أم وقف بيستعد انه يمشي وهو مدهي من قلب جاسر وكمان عاطفه اللي بتتحكم في عقله وشغله لكن قبل ما يمشي جاله اتصال مهم فغير خطته بدل ما يرجع على البيت رح لمشواره المهم أما جاسر ففضل في المكتب متكتف مش عارف يعمل ايه هليه تبع عقله ولا ينفذ مهمته وينفذ وعده اللي أقصى منه يعمله يلا تعالي ندخل جوه سبحان الله كنت لسه نزل دور عليك أنا كنت متصمرة في مكاني خايفة جدا فبصتي أونس باستغراب بس بسرعة رسمت البسمة تانية على وشها وشدتني من ايدي تعالي بس لأ ايه ده أنا ما صدقت لقيتك ادخلي يلا دخلت وأنس لفت وشها عشان تقفل الباب بس لقيت اللي بيحط رجله عشان يمنعها عنها تقفل وبنظرته الحد اللي زي السقر وملامح وشه جبسة والمخيفة صرخت أونس بخضة انت مين وعايز ايه أما سوال غبيب صحيح انت مش شايفة لبسي ولا انت عامية أونس بلعت رئها وقالت بصوت متوطر وابتدت تهرأ وحرتها تهلا أصلا مش عايزهم ياخدوني دي ما صدقت لقيتني حضرتك عايز ايه خير الروح مش مجرمة الروح ما عملتش حاجة دي قطيب من طيبة نفسها لا انت اللي طيبة وصازجة صحبتك دي ولا مش عارف تعرفيها من أني ده يا دي قتلت جدتها ده إن كانت يعني جدتها أصلا هنا برأيت أنس أكتر لأنها أكتر واحدة عارفة جدتي قولي بتعملوا فيها فأكيد فقط بيها كيل وده اللي حصل هي اللي قصلتني لكده سلمي المتامة حالا واللي أخذك معاها بتقوم تتسطر عن مجرم بصلي زين بنظرة مخيفة ومزعجة في نفس الوقت وبصرها شاورة على الشرطي اللي معاه حط الكلبشات في إيديها وعلى البوكس يلا لا انتو مش هتاخدوا يا حضرة الزابط فين الدليل إنها قتل وفين التصريح بالأبضة عليها بصيلها زين بكل برود ومد إيده في جيبه وخرج التصريح عشان تشوفه هاكده ما عنديش حجة ولا تحب تشرفي معا بقى في القسم بتقومت الاشتراك في جريمة القتل اتبر جلت ووقفت مصدومة مش عارفة تعمل إيه وبدأت تكلم نفسها معقول هياخدوا روح تاني أنا مصدقت لقيتها ومهاناتها تخف وأنا معيها فييجوا هما ياخدوها بالسرعة دي زين استغل الفرصة فرصة توهين أونس وكمان عجزها على إنها تنقذني منهم ومسك الكلبشات من نفسه ولبسها لي بكل أسوأ وخشونة في السلام تايم مني أونس فاقتهما بينزلوني السلم فمسكت فيها تاني ومرضتش تسيبني وهي منهورة من بكة روح لا أرجوك يا حضرة الزابط سيبها بالله عليك لو اعتردت طريق تاني هاخدك معايا ومش هرحمك ها أنا بحذرك طانت سمعت الكلمتين دول وقودت بالرابة في قلبها الرابت بسرعة من أونس عشان تمسك إيديها لكن أونس بعدت إدمامتها طب بالله هلك يا حضرة الزابط بالراحة عليها هي مظلومة والله أنا متأكدة وأنا بقى هجي محامي وهجي وراكم روح أنا مش هسيبك يا حبيبتي حاولت تنزل ورايا بس مامتها منعتها ومسكت إيديها أونس أنت مش رايحة وراها اطلعي لفوق يلا أونس بصت لأمها بصدمة وقالت وهي فتحة بقها ومستغربة ردت فعل مامتها إيه أنت بتقولي إيه اللي اسمعتي يلا ماما قد روح أنت نستي روح لأ منستش البنت اللي تعرفيها من زمان مش هي نفسها دلوقتي الله أعلم طول السنين اللي فاته دي كانت فين ولا عملت إيه بيقولك قتلت جدتها يعني مجرمة اللي تقتل مرة تقتل عشرة وأنا مش هسمحلك تعرفيها تاني أو تتحشرف مشاكلها من النهار ده ملكيش دعوة بيها أونس هزت راسها بمعنى أنها رفضة كل اللي مامتها بتقوله لا يا ماما أنا أسفة مش هسيب روح أنا متأكدة أنها بريئة ومظلومة لو بريئة هيطلعوها فراحي جميعك أنت وخليكي في حالك يا أونس أنا مش حلتي غيرك ومش مستعدة خسارك يا بنتي خسارة إيه يا ماما أنا هروح معيها وأعرف إيه الحكاية بالزبط وهقوم محمي كمان وهتابع مع القضية لا يا بنتي أنت هتخرجي نفسك الموضوع ده تماما ولا كأنك كنت تعرفيها أصلا قبل كده ماما حضرتك بتقولي إيه أرجوكي سبيني ألح أعرف هيخدوها لأني اسم عن إذنك يا ماما أونس لو تحركت بمكانك خط واحدة بس لا أنت بنتي ولا أنا أعرفك هنا أونس نهارت وقربت من مامتها وقلب بعيات ومسكت إيديها برجاء ليه ماما حضرتك عمرك ما كنتي بالأسوأ دي ليه بتعمليه معي ومعها كده أمها حنت وضمتها ليها عشان أنا أمي يا بنتي ومفيش أمها تشوف بنتها بتدخل النار برجليها وتسيبها أونس خرجت من حضن مامتها مفيش ناره لحاجة وصديني أنا مش أكون متضرقة أبدا ليه يا بنتي أنت مش عارفة حاجة الزبط ده شكله صعب قوي ومش بحيد يحطك في دماغه ويشايلك الليلة معروح لأ مش هيحصل أبدا وبنتي هحميها الأخر يوم في عمري أونس بسيت إيديها وبتدت تكلمة بهدو عشان تكنها حبيبة قلبي أنا مقدرة أخفك علي بس أنا مبقتش صغيرة وأنا محامية وعارفة مصلحتي كويس قوي وعارفة هتصرف إزاي أرجوك يا ماما حضرتك هارفة لأ دخلت حوق ليه مش برضو عشان السبب ده يا ماما اسمعي يا بنتي أنا قلت لأ يعني لأ اتفضلي دخلي جوه مفيش خروج النهار ده حتى للجامعة مامتها دخلتها البيض غصب عنها فدخلت أونس ومش هيين عليها تسيبني بس الظروف دايما بتكون أقوى مني ومنها أول ما دخلت جريب بسرعة لبلكونة الصالة عشان تشوفني ولمحت عربية الشرطة بتبعت لبعيد فدخلت وهي بتدب في الأرض برجليها مشي يا ماما مشي بالله ليك سبيني روح لها روح غالبنا وما لاش حد بالله عليك يا ماما أونس ده آخر كلام عندي روح إنسيها كانت صفع في حياتك زمان وتقفلت خلاص انتي فاهمة؟ في الوقت ده زين أخدني على القسم وأول ما وصلنا خد عيبني ورميها في أي زنزانة وبكرة الصبح هشوف عم معاقي زين كان الوقت بتاع شغله خلص عشان كده طلب من العسكري أنه يدخني أي زنزانة ولما يرجع الصبح هيبدأ التحقي معايا قبل ما يروحني عن نيابة اتحطيت في زنزانة الوحدي أخدت زوايا وقعدت فيها على الأرض وانت ماشت ضم رجلي ومحوتها بإيدي واستسلمت للظلام الحالك اللي أنا عايشة فيه في فلت عائلة مارن منصوري رجع جاسر بعد ما خلص شغله فشافه عمه هيا جاسر إيه الأخبار مفيش جديد جاسر هزي راسه بالنفي وقدم شفته بأسف لا يا عمي للأسف مفيش أي جديد لا حول علاقات إلا بالله العلي العظيم قرب منه جاسر بشفقة مش حابب يشوف عمه بالحزن ده معلش يا عمي هانت بإذن الله أرجوك ما تزعلش نفسك الزعل مش حلو عشانك ربنا يبرك لي فيك يا ابني واشوفك انت وزين في علم الركز يا رب ابتسام له جاسر وقطع لأيده بسها واستأذن منه عشان يروح يتغدى يومنا قعدت جنبه ويارأوا صدوم وابتدت يومنا تكلمه بروحها المريحة وكمان ابتسامتها الصفية وتسأله عن أخباره إزيك يا جاسر أخبارك إيه حضرة الزبط المبجر الحمد لله يومنا ماشي الحل يا حبيبتي انت أخبارك إيه أخبار الجامعة إيه يومنا عزت راسها ومازالت اللي بتسمع لو شاه أو الحمد لله مش الحال بس انت لشكلك مش مبسوط يا طرفي إيه بقاه هو في حد يبقى شغال مع زين ويبقى مرتاح ده زين ملقب بالمدفع عندنا هناك بيدرف وش أي حد ولا بيهمه إن صابت أو حتى خابت اللي اتنين ضحكوا عليه لا بيجد مش متخيلة أبي زيني عامل كده ده كيوت خالص وجنتل خالص اتكلم جاسر وهو رفع شفيته الفوق ومش عاجبه كلام نعم يا أختي مين ده الكيوت ده انت الكيوت سكوتي يا يومنا سكوتي وهنا جات الدادة ونزلت الأكل قدامهم خلي خلي الكيوت وجنتل قال ضحكت يومنا تاني أما يارفة بصت في الساعة وقلب بفدول وشكلها كانت عدم استنياه هو زيني وتأخر لي النهاردة جاسر تفل أكل اللي بقه من كلمة يارا وهو بيكح زيني يا أختي وهتقول ليه قدامه تاني ده هيولع عفيكي من غير ما يرفر له رمش بصت له يارا مش موتامية وحطت رجل على رجل لأ طبعا زيني بيحب الاسم ده وبيحبني ده له بيه ومسموح ليه أنا وبس مش حد تاني يعني لو يومنا قالت له كده ممكن فعلا يبادلها لكن أنا لا أنا غير بص لها جاسر بتحكم ورفع حاجة بوثابة تاني ممم والله هو الموضوع كده بقى آه مجمع اللي موفق لقين فعلا على بعض ويارا ردت عليه بلهفة بعد ما نزلت رجلها على الأرض مش كده برضو احنا لقين على بعض يا جاسر بص جاسر ليومنا وانفجر هما الاتنين دحك آه طبعا لقين على بعض خالص يارا رجع التاني بدهرها الورا وبصت لجاسر بغيس جاسر انت بتهرج قصدك يبدي حكتك دي قالتها وضربت أختها في دراها وانت يا زفتة بدت حكي على انت التانية لا لا مش قصدي حاجة كل الحكاية بس ان زينيا عن انت عارفا لو عرفت تلايني قلبه بتبقى يكسبتي ابتسمت يارا وبصت له بسيكا من نفسها اللي عرف دهنا يارا انت مش عارفني ولا ايه عارفك وعشان عارفك بقى متأكد قوي انك هتتعبي مع زينيا بنت عمتي يارا بصت له بغيس لان كلمه معجبهاش وفضلت تلعف مبايلة بنرفزة اما يومنا فكانت بتاكل ولا كأنها سمع اي حاجة في اللحظة دي دخل زين من باب الفيلا هو بيصفر بصوت عالي وعلى وشه بتسامة ونادر قوي لو ظهرت والظهر كده ان مزجه رائع الاخر طبعا بعد ما خلاص مسكني ورماني في الزنزانة جاسر شافه فاستهر بالحالة اللي هو فيها وبصله باستغراب ومش مرتاح له ابدا هي مالك غريبة يعني رجع مبسوط خير يا عم بستنا معاك ملحقش زين يرد لاني رجل تجري عليه طبعا بعد ما يومنا قالت لها ان هو رجع لانها بتقدر بسهولة مي الصوت عربية كل واحد في يوم وقالت لها انها لسه سمع صوت عربية زين من دقيق وكانت بتركن في الجراج فوقفت جنبه وعيونها بتنمع بنظرات الكل عارف تفسيرها كويس جدا زين واحمد الله على السلامة اتأخرت ليه قلقتني عليك بصلها زين بقرف عشان سمع اسمه بالطريقة دي وهو اصلا مش بيحب حد يكلمه غير بالاسلوب الرسمي زين ومين ده اقراص بتستخدمها لناموس ولا ايه ضحك جاسر على كسفة يا وره اللي بقت في النص الدمع منه ومن سخرية زين المتعمدة لها اخصى عليك يا زين كده تضحك جاسر علي بالشكل ده ضحك زين لانه اصلا جاي من برا مزجه رايق وطبعا انتو عارفين ليه ما هو يعني بصراحة ما فيه الزابط ملقب بالمدفع يبقى اسمه زينه ولا ايه يويو قال لها كده وهو بيخبط على دماغها وبعد انتلعه وصابها وقفها هي وجاسر اللي مش قادر يمنع نفسه من الدحكة عليها وهو بيتخيل سكتها بنفسها وهو بتتكلم من شوية قبل ما زين ييجي بطل دحكة بقى دانت رحم او يا الله لكن رفزتها دي زودت دحكة جاسر عليها يو دانت رحم والحد انا خلص الجزء ده ويا ترى ايه حكاية روح بالزبط وده اللي هنعرفه ان شاء الله في الجزء الجاي وما تنسوش لو عجبتكم الحلقة اعملوا لايك وشير واشتراك في القناة وتفايل زر الجرس على كلمة الكل عشان يوصل لكم اشعر بكل جديد بحبكم قوي مع السلامة جاسر علي قودة زين ودخل وقعد علي طرف سرش زين وبص عليه وقعد علي طربيزة وبيكمل اكل باستمتاع عجيب زين عرفت اي حاجة عن روح لا زين ما رضاش يقول له انه فعلا قبض علي عشان عارف جاسر مش هيسكت عشان كده قرر انه ما يعرفوش حاجة الا لما بتدي يترحل ويكون بكده حطه قدام الامر الواقع وما يقدرش يعملي اي حاجة ماشي يا زين مستني تبلغني لو لقيتها ويا رب لقيها انا الاول كلمه زين وبقول اكل ماشي ماشي ادهي جسر جدا ورجع لقوته واتمدد على السرير ونام ونام بعد ما سأل نفسه انا ليه مش فك على الروح بالشكل ده انا ليه حس انها مظلومة ليه حس انها ممكن تكون بريئة تاني يوم الصبح صحي الصبح بدري وكرر ان هو يروح الشغل بس قبل ما يعمل ده بعت رسالة اللي يارى بنت عمته وطلب منها انها تحاول على الفطار تشغل زين على قد ما تقدر لحد ما هو يقدر يدور وراكه يس ويعرف ان كان ما خبيني فعلا ولا لأ فكتب لك لقيتها على الواتساب يارى ممكن لو زين سأل علي على الفطار تقولي له ان انا لسنايم وتحاولي تشغلي على قد ما تقدري والساب هقولك عليه بعدين لما رجع يعني وانا عارف انك هتسألي ليه يارى وكأنها مصدقت ده لانها طبعا بتحب زين فبتحاول بقى طريقة انها تجذبوا ليها جاسر خرج من غير ما حد يحس بيه حتى مردش ياخد عربيته وراح بعربيته ابو اللي مش بيستخدمها في الاولانة الاخيرة وراح على الاسم اما عند زين صحي من النوم في معايده او قبل معايده بشوية ولبس وزبط نفسه ونزل عشان يفتر معايلته وبعدين يطلع على شغله وعلى السفرة يكلم تجمع والده ووالدته وعمه وامرات عمه اللي هو ابو جاسر وام جاسر وعمته وبناتها اللي هي يارى ويمنى زين لاحز ان جاسر مش موجود معاهم هو جاسر راح فين نزل عشغل بدري ياللي ما اعتقدش ابي زين ان هو نزل ما سمعت الصوت عربيته بتتحرك ردت يارى بسرعة اقول لي كانت متعمدة توقع الجنب زين زي يعني كل مرة جاسر نايم يا زين اتناهيت زين براحة لما اعرف ان جاسر لسه مراحش الشغل فقامت ام جاسر من على السفرة غريبة جاسر عمره متأخر في النوم بالشكل ده انا هطلع اشوفه اطمن عليه لكن زين مناعها لانه مش عايزه يروح شغله الا لما يعمل لف دماغه لا يا طنت سيبي اكيد تابن براحة في الشغل فخلي يعني شوية مرتاح وهو اكيد هيقوم في معايده ما تيليش ورجعت تاني ام جاسر لمكانها وكملت اكلها وبدأت كل يتكلم في مواضيع مختلفة اما زين فاكل على السريع الحمد لله انا شبعت اشوفكم على خير يا جماعة محتاج مني حاجة يا بابا وحضرتك يا عم رقوف محتاج حاجة تسلم يا ابني رح انت اشوف شغلك ربنا يغفقك ويصلك طريقك ما تنساش اللي انا وسطك علي زين زين ما لمحه باتت لانه عمل عكس اللي بوصى بي وخليب بوعده لكنه ابتسام ابتسامة بسيطة بيخفي بيها توطره حاضر يا بابا عن اذنكم وخرج من قوضة الصفرة ومشي في طريقه لباب الفيلة الداخلي لكن يرى اللي حقت بيه ومسكت ايده وهي بتقول بسرعة عشان ما يمشيش ويسمعها زين استنى قلت عايزك في حاجة مهمة زين في الوقت ده كانت دماغه ومشغولة بيها عايزي رحلني قبل ما جاسر يعرف بعدين بعدين يا يارة انا مش فاضي دلوقتي استنى بس يا زين اسمعني عشان خاطري خلاص يا بنتي قلتلك مش فاضي زعلت يا را منه وبانع لمحها الده وهنيها بدأت تلمع بالدموع فرق اذن لها لانه مش عايز يزعلها هي بنت عمته وامرها يهمه خلاص متزعليش قولي عايز ايسا معك لفت وشاة وديته دهراء لأ انا زعلانة منك ومش عايز اتكلم معيك امبرح مدتني شوش ودحكت جاسر عليا والنهاردة بتزعلق لي عشان بقولك يعني اسمعني خلاص يا ستي ما تزعليش حقك عليا انا غلطان لا انت خلاص ما بقتش تحبني لا يا ازاي طبعا يارة انت عارفة مع ازتك عندي كل حكاية بس اني مش فاضي لا على فكرة بقى لسه نوصل ساعة لما عاد شغلك شفت بقى انك مش عايز تقف معي وخلاص بقيت منفضلي يا بنتي ورايا حاجة مهمة جدا ولازم عاملها فلازم تقدري دا وانت عارفة اني لو فاضي مش هتأخر عنك ها قولي لي بقى كنت عايزة عشان امشي كنت عايزك يعني بعد ما تخلص شغلك تاخدني عشان نخرج سوا لاني زهقانة وحسب ملال فضية ساكت عشان تشوف ردة فعله ولما لقيته ساكت عشان خطري يا زين عايزة اخرج انا وانت من زمن ما خرجناش مع بعض بليز عشان خطري بقى ما عنديش مانع يا رفر حج جدا وبدأت تتنطب بسعادة هقول لي جاسر ياخدك انتي ويمنى عشان يوديكون مكان لانتو تحبوه زين بقولك نخرج سوا انا وانت وبس تقول لي يعني هكلم جاسر ايه روح معاكم انت بتستعبق بجد يا بنتي انا مش فاضي وش معنى بقى جاسر فاضي وانت لقى على فكرة هو ظبط زيك يا يا رفهمي اجيبها لها ازاي دي يا ربي عارف ان هو مش هيخلص منها فقرر بقى انه يماطل معاها بصي هقولك اول ما رجع من الشغل فاتحيني في الموضوع ده تاني ولو الوقت مناسب نخرج تمام هنخرج زي ما انت عايزة اوكي رجعت الفرحة الوشاها تاني تمام اتفقنا حسنا نجعش نخرج يلا روح على شغلك وتعلي لي بدري بقى وما اتأخرش علي اما هو فهزد ماهه باستغراب يوه هي المجنونة دي فهمت انا قلت ايه انا ما قلتش هنخرج قلت لا بس تفتحني تاني في الموضوع مش فاضي ان الشغل الفصح ده وراح على عربيته وركب وراح على شغله وبعد وقت جاسر وصل الاسم ومحاسش بحاجة غريبة اللي عمال بيشتاله بيدوقه روتينية ودخل مكتب زين وحيال عسكري اللي لازم يجي بدري قبل زين كما هو المعتاد اهلا انا جاسر باشا زين باشا لسه ما وصلش رد على جاسر وهو بيلف في مكتب زين عشان يشوف اي حاجة بخصوص التقرير اللي في الملف بتاع روح بس ما لقاش اي جديد عارف عارف وبعدين رفع راسه اللي عسكري وسأله بشك قول لي زين ما جابش اي بنت مبارح بعد يعني ما انا مشيت طبعا اي اسرار بتاعت شغل الزين او اي حاجة خاصة بيه بشغله استحال العساكر يطلعه برا او يقولوها لأي حد لكن عشان عارفين ان جاسر قريبه وانهم اصحابه اكتر من الاخوات كمان فالعسكري ما خباش عليه حصل يا باشا جاب بنت مبارح واتحفظنا عليها واي في الزنزانة الفردية وهنا برق جاسر جامد وضم بقه بغيز وقال في نفسه عملتها يا زين وبرده خبت عليها كنت متوقع حركة زي دي منك جاسر اتحرك من مكانه عشان يجي شوفني ويتكلم معايا لكنه بعد ما مشي خطوتين قابله صديق تاني وهو زميله ووقفه جاسر فيه مهمة جديدة ومطلوب مني انا وانت نشارك فيها فمحتاج اتكلم معاك في كم نقطة اتفضل معايا لمكتبي جاسر ما كانتش فهي لأي مهمات دلوقتي لازم يشوفني ويتطمن علي تمام اديني كم ساعة كده وهجيلك اصلي في ايدي مهمة تانية يا جاسر دي اوامر زنباشا وانت عارف ما ادفع لو جيه وما لقيناش اتناقشنا في الجديد انت عارف هيعمليه جاسر رض بلا مبالاة متعاطف معايا وليه همه امري لا انا عارف اتصرف مع زين فوقك مني بس دلوقتي لا انا ماليش فيه انت قريب وحبابي عم مع بعض احنا مش نارس اي جزء من وش المدفع في الواقع بقى زين هو اللي مصي الزابط ان لو جاسر جي بدري اشغله بأي طريقة لحد ما هو ييجي زين كان زكي وبيعمل حساب لكل حاجة وبيسبق اي حد بخطوة وكان متوقع ان جاسر يحاول يروح بدري عشان كده عمل احتياطاته وجاسر عرف ان هو مش هيرف يخلص من الزابط تتيقل ده فوافق يروح معاه يتناقشه بسرعة ويرجع لي تاني بس ما يعرفش ان الزابط جاي له اوامر انه ما يسيبوش بسهولة ويشغله في اي حاجة وبأي طريقة زين وصل مكتبه وطلب من العسكري هاتلي البنت بتاعة انبرح هنا ولف على مكتبه وخرج الملف الخاص بيه ومن غير ما يفتحه حطه على المكتب ورجع وقفتاني قدام المكتب وهو بيحرك الملف في ايده وبيغبط بيه على المكتب البنت هي باشا طب روح انت وقف الباب وراك وبعدها فضل باصص علي وانا كمان بصيت عليه لقيت ملامح وشه اسيا قوي وبيبصلي كأنه هيكونني بعينه من الغيز وكأنني عملت حاجة بجدته هو مش جدتي انا الموضوع طول قوي وبيبص علي بحدة ومن غير ولا كلمة وانا وقفة ومش قادرة اقف اصلي مكلتش اي حاجة من مبارح بعدها بكم ثانية خرج اخيرا من كوقعة صمته ويا ريت ومتكلم حط رجل على الرجل وهو واقف وقال لي بصوت خشن وقاسي اسم كابت بصيت له وهزك كتافي ان انا مش بعرف اتكلم اصح نسيت انك خارصة مم واللي عامل نفسك انك خارصة وبتستغفلينا بصيت له تاني وقتناهد ولسان حالي بيقول يا ريت يا ريت كنت بعرف اتكلم كنت صرخت بعلو صوتي صرخت صرخة سمعت الاصنم نفسه صرخة اعبر بي عن كمئة الوجع لجوايا اللي لو توزع هيكفي العالم كله من شدته خرجني من شرودي وهو بيصرخ في وشي جامد عملت كده في جدتك ليه بصيت له بصخرية مانا لو كنت بعرف اتكلم كنت هترف مش هخبي او انا عملت كده ومش ندمنا ابدا على ده ولو لسه فيها الروح هعمل كده تاني ومش هتردد لقيته بيقرب مني وبيمسكني من دراعي جامد ضغط علي بقبضة ايده لدرجة اني حست ان دراعي هيكسر في ايده طلعت قهات مكتومة وبصيت له عشان يسبني وبالفعل سبني وبعد عني تاني انا لحد دلوقتي شاكك ان انت يروح سعيد ما يمكن بقى انت بنت تانية وبتدعي انك هي المعلومات اللي جت لنا بتقول ان روح وهي صغيرة كان عندها حروق في رقابتها وكمان كدفها من فوق فلو انت بجد هلاقي الحروق دي موجودة فانا عايز اتأكد بنفسي من وجودها انا بصيت له بصدمة وفي نفسي بقول المجنون ده بيقول ايه يتأكد بنفسه ازاي لا لا استحالة خليه يلمسني او يكشف اي جزء مني وبدأ يقرب مني وكله اسرار انه يتأكد من وجود الحرق في كتفي وانا ببعد وببصله وبعز دماغي وعنايا اتمل الدموع ورفضه اللي بيفكر فيه وبقول جوا نفسي حرام عليك مش كفاية فكرتني بقى صعب وقبشع قلم حسبي في حياتي جاي دلوقتي تزود علي انك تكشف حاجة ملكش الحق انك تشوفها او حتى تلمسها انت ايه اخي ما تعرفش ربنا ولما لقاني برجها ومنكمشة في نفسي وقمش عايز ايقرب مني في قلب سخرية واسوى في نفس الوقت ايه هتعملي فيها عفيفة المجرمين عمرهم ما بيكونوا شرفة خدي بالك ها وهو فكرة برضو اعرف فعلا انت خرصة بجد ولا بتستعبطي انا ههرب منك وهشوف الحرق ولو عايزة تمنعيني اسرخي ولو صرختي مش ههرب منك ايه رايك بقى في الاتفاق ده اظن كده عداني لعيب الا هو مستمر في الاكتراب مني بخطوات بطيقة وانا بصرخ من جوايا قلت من جوايا انت بتقول ايه اصرخ وامنعك ازاي ايوة انا مجرمة صحيح بس عمري مفردت في شرفي وطلع عمري كويسة انت زي رمز العدالة عايز تعمل حاجة شنيعة زي دي حرام عليك للقهر ده كفية بقى كفية هزد دمائي بسرعة اكبر وانا بنكمش اكتر واكتر لحد ما فعلا نوقف قدامي وما بقاش يفصله عني كم سنتي بصت له برجاء انه هو يبعد عني حاولت ابعده عني بس قوتي الهزيلة هتجي ايه جنب حيطة صد زيه ولقيته بكل اسوأ ورغم تجديدي على هدومي عشان ما يكشفش كتفي الى انه شدها بكل اسوأ لدرجة انها تقطعت في ايده واول ما شاف الحرق رجع لورا من الفزع الحرق كان شكله فضيع ومنظره بشع ما تمتش بقرفه مني قد ما وجعني اللي عمله انه قدى نفسه الحق انه يكشف جزء من جسمي عمل فيه حاجة انا رفضاها والسبب عنده ملوش اي مبرر غير انه يدل بس على انه انسان حقير وقعت على الارض وسندت على ركبي وانا بعيط بعيط بكوة وحرقة على حالي وعند جاسر كان جاب اخره من زميله اللي عاد منقشته خمسين مرة ومش بيزق وكل اللي ما يجي يسيبه ويمشي يوقفه ويحكله اي حاجة تانية ومالهاش اي لازمة لكنه كان خلاص كان فاض بيه فقام عشان يمشي فمسكه معطر طريقه الى ان جاسر زعق في جامد بعد ما فيه من ديات مصرحية وخطة كمام معمولة عليه واكيد زين هو اللي وراها ابعد بقى وربنا لو اعتردت طريقه تاني ما تلو من لا نفسك وطلع جريعا الزنزانة اللي انا كنت محموصة فيها اللي قاله عليها العسكري بس ملقاش حد فقور ايده بعصبية ماشي يا زين وهنشوف يا ناينت جريب سرعة تانية على مكتب زين ومد ييده وفتح المكتب من غير حتى ما يخبط فاتفاجئ بيه مرميه على الارض ودوميه متقطعه من عند كتفي وانا منهارة في العياط بطريقة ما تتوصفش وزين واقف وحطت ايده في جيبه وكأنه ما عملش اي حاجة جاسر قرب مني وهو بينادي علي بخوف مش عارف ايلي بيحصل روح ردي علي بتعايتي ليه لكنه ما لقاش مني اي رد ولا حتى رفعت وشي ولا بصيت عليه ولا كأنه موجود رفع وشه وبصل زين بغضب مالها انت عملت فيها ايه زين خرج ايد واحدة من جيبه وقاله هو واقف وسند على المكتب زين انت هتستعبط ما انت عارف ان اعمش بتتكلم وزين قال وعند جاسر كان جاب اخره من زميله اللي عاد منقشته خمسين مرة كان فاض بيه فقام عشان يمشي فمسكه موطر طريقه الى ان جاسر زهق في جامد بعد ما فيه من نديات مصرحية وخطة كمام معمولة عليه واكيد زين هو اللي وراها ابعت بقى وربنا لو اعتردت طريق تاني ما تلو من لنفسك وطلع جريعا الزين زينة اللي انا كنت محبوصة فيها اللي قاله عليها العسكري بس ملقش حد فكور ايده بعصبية ماشى يا زين وهنشوف يا ناينت جريب سرعة تانية على مكتب زين ومد ييده وفتح المكتب من غير حتى ما يخبط فتفاجئ بيا مرميه على الارض ودميمة قطعة من عند كتفي وانا منهارة في العيات بطريقة ما تتوصفش وزين واقف وحطت ايده في جيبه اوكي انه ما عملش اي حاجة روح ردي علي بتعايتي ليه لكنه ما لقش مني اي رد ولا حتى رفعت وشي ولا بصيت عليه ملها انت عملت فيها ايه عندك ايه اسألها زين انت هتستعبط ما انت عارف انها مش بتتكلم جايز اللف وشه تاني وبصلي وبدأ يكلمني بيده عشان اهدى روح ايدي ما تخفيش انا انا عشان احميكي اول ما سمعت الكلمتين دول رفعت وشي وبصت له وشي كله مليان دموع كاني كنت غرقانة في بحر وطلعوني منه اتفاجئت لما لقيته نفس الزابط اللي كان بيتابعني بقلو فترة وانا كنت باعرف اهرب منه بمهارة كل مرة خفت وترعشت ما تخفيش انا مش هانا عشان ازيكي ايونه كانت مليانة رحمة وكانت مليانة حنية بعكس التاني فاطمنت له شوية وبعدت ايدي عن كتفي ورجعتها بسرعة عشان ما يكونش جزء من جسمي باين وبعدها بصيت على زين ورجعت الوصلة البكاء والقهر من تاني عشان يفهم ان زين هو اللي عمل كده وبالفعل جاسر فهم فعيونه اتملت غضب كان فاضه على اخره وكور ايده من تاني انت اللي عملت فيها كده انت اللي قطعت لها ضمها اتكلم زين ببرود وكأنه ما عملش حاجة غلط ايه كنت بتأكد من الحر فيها حاجة دي جاسر قاله بس المرة دي اتكلم بالراحة بس بنبرة كلها تعاكم وانت يا حضرة الزابط يا محترم لو عايز تتأكد من حاجة زي دي ما جبتش واحدة ستة زيها تتأكد لك ليه والله اللي حصل انت جايت حسابني ايوة حسبك لما تتعدى على بنت ضعيفة وتكشف جزء من جسمها ووضح ان غصب عنها وانها كانت رفضة ده ودلل ان هدومها تقطعت يبقى ايه بقى يبقى انك زيك زي ايه مختصب بياخد او يشوف حاجة مش بنحاول يعملها ويشوفها زين اتضايق من كلام جاسر وخرج ايده الاتنين من جيوبه جاسر حسب على كلامك اوه هتنسى نفسك اظهر انت اللي نسيت نفسك وانسيت قسمك اللي اقسمته ان قامرك ما تزلم او تستخدم سلطتك في غير الشغل وانا ما عملتش حاجة غير الشغل يا جاسر انا ما عملتش كده عشان حاجة تانية ورد جاسر برد افهمه اوه ما عارفش يرد بعدها لو كان عندك اخت ترضالها يعني ترضال يومنا او حتى يرى سكت زين هو غلطان امه اعترف بدا بس بيكيبر هكتب تقرير البنت دي وتترحل عنيبه فورا مش هيحصل مش هيحصل ابدا انا هاخد روح ووديها لابوك انت بتقول ايه بعاست ودي مجرمة لابويا هتدخل مجرمة بيتنا هتأمن ازاي على امك والبنات الموجودة تقدر بقى ترد علي لو بالمنظر والضعف اللي انا شايفه ده وكمية القهر والظلم اللي هي اتعرضت له ولو قتلت هيكون عن غير عمد انت بتقول ايه بتشجعها الجريمة انت لو كنت كلفت نفسك ودرست ملفها كويس هتعرف ان الحرق عندها ممتد من اول رقبتها لحد صوابع رجليها واخد نص جسمها بالكامل وبطريقة صعبة وبشعة ومحدش يتصورها ابدا او يتحملها هعادي مجرد حريف البيت وهي كانت ضحيته على اساس ان انت ما سمعت شابوك حكى ان ايه عن جدتها انت فعلا ما قريتش الملف بتاعها كويس اكده ان قد تروح بس هي اللي كانت محروقة وبيت البيت سليم وما حصل لوش حاجة وده مالوش غير سبب واحد ان الحريدة كان متعمد يعني كانت قصدق زيت روح ونجحت في ده قال كده وبصني وسألني وهو عارف اني سمع كل كلمة بيقولها مش كده يا روح دي الحقيقة صح جدتك كانت قصدق تحرقك صح هزت دماغي بقى اكت كلامه ورجعت افتقرت كمية الخف والرعب والقلم اللي انا تعرضت له زمان وبدأت اتنفت في مكاني وارتجف ده حجزين وقلب صخرية وهو مش واخد باله مني ولا مهتم هاي انت عينت نفسك محملية ولا ايه جاسر كان هيرد عليه بس لما لاحظت ارتجافي ورعش الجسمي بطريقة غريبة قرب مني وبصرع بص حواليه ولقى الجاكت بتاعزين متعلق وجابه لبسهولي عشان يدري كتفي اللي ايدي ما بقيتش سبتة في مكانها عشان تدريه وكمان عشان يدفيني يمكن ابطر عشا لكني ما بطلتش فمسكني من ايدي وساعدني اني اقف البنت دي محتاجة انها تتعرض على دكتور فورا زين بصله بلاي مبالاة بمعنى اعمل لتعمله هي مش فرقة معيه اصلا لكني ما قدرتش اقف واعتمنه فاضطر ان هو يشني بنفسه كنت خفيفة قوي كأنه شاير ريشة ملاش اي وزن او حتى قيمة ابويا لو عارف اي خبر عن بنت دي انا خلص عليك فهم جاسر كمل طريقه البرة وما تمش الكلام زين وما رضاش يروح لدكتور تابعهم في الشغل وفضل انه يروح لدكتور خاص عشان السنوة جيم وهو اصلا مش عايز اي حد من الشغل يعرف انهم لقوني وطبع محدش كان يعرف من البنت اللي زين باشا احتفظ بيها ليلة في السجن وبعدين خرجها الصبح ومحدش يتجرق انه حتى يسأله انت بتعمل ايه وليه اما قونس فما سكتتش وقررت تساعدني وبعتتلي محامي انا جاي بخصوص المتعمة روح سعيد انا موكل بالدفاع عنها بعد ايذن حضرتك ممكن اشوف ملف الاتهام وكمان عايز اقابل المتعمة تمام ده الملف بتاعها تقدر تاخد منه نسخة لكن مش دلوقتي لما نمسك المتعمة الاول ايه تمسكها ازاي يعني انت روح لسه جاري البحث عنها لو تعرفي مكانها ياريت ما تتعونيش في ده شرفتني حضرة المحامي مع السلامة قامل محامي وشكر زين وبصلي وتناهد وهزك تافه ان ما فيش في يده حاجة يعملها دلوقتي بعد شوية اتفاجئ زين بانسه قدامه فبصلها برخامة جاي لي تاني انت عملت افروح انت خدت روح مني اخدتها قدامي ليه دلوقتي بتنفي انك شفتها ومش لقيها ليه هربت ولو مش مصدقيني تقدر تسألي في الاسم كله لو لقيتها هيبقى لكي كلام وعندي انا بقى جاسر اخدني لدكتور في عيدة خاصة وشفت قد ايه هو انسان كله حنية وطيبة كان بيشني بالراحة وكأنه خايف علي فعلا كأنه امر يهمه الدكتور علق لي محلين مغزية وداني ادوية مغدقة لحد ما نمت ومهرفش نمت قد ايه بس اول ما فوقت لقيته اها الجنبي ومتسم كل ده نوم بقينا بالليل قلقتيني عليك الف سلام عليك الدكتور طمني انك بيتي كويسة وانا اسف اللي عمله زين بصيت له بتعب من غير حتى قول هزله وشي روح انا كنت بدور عليك من زمان يعني عشان اقولك حاجة مهمة بس انتي كنت بتهربي مني فمن فضلك اسمعيني عشان لاقولولك ده مهم لكي جدا وكمان مهم لقضيتك بصيت له بيتمام روح انت اسمك روح سعيد صالح مش كده هزي الدماغي او انا مستهربة بيسأل ليه انا اسمي جاسر رقوف صالح وزين اسمه زين علي صالح رمشت اكتر من مرة بحاول استوعب كلامه جاسر هزلي دماغه ايو اي روح هو اللي جي في دماغك انتي بنت عمنا سعيد بابا وعمي علي اخواته وكمان عمته اشجان اخته قلدك سعيد في الوقت ده حسيت ان قلبي بيدق جمد من الفرحة معقول انا ليه اهل معقول ليه علب جد لكن فجأة بصيت له بزر وانا بقول لنفسي ده تلع لي حق بعدها ما قدرت الشابوس وفشه تاني ومسكت دماغي وبصيت في مكان تاني تقريبا هو وفهم انا قصدي ايه زمانك دلوقتي بتقوليني جدتك هي كمان تبقى جدتنا مش كده بصيت له بهتمام كأني بقول له كمل عايز توصل ليه ابتسامني ابتسامة شرحت قلبي في الحياة لأ تهاني جدتك انتيه بس جده صالح الله يرحمه كان متجاوز اتنين اللي هي تهاني جدتك وام عمي سعيد ونادية جدتك ام بابا وام عمي علي وعمته اشجان بدأت استغرب تاني طب ليه زين كان بيعملني بالاسوة دي طالما نتلقى تقريبته والله هو شايفني يقول له حاجة ومناسبش العيلة عارف انك مصدومة وعارف انك ممكن تكنيزة علينا بسبب اللي عشتي والوحدك بس لو تعرفي الحقيقة هتعذرينا هحكي لك كل حاجة يروح بس مش مني من عمك علي ابو زين بصيت له بدي بمعنى اني مش طائقة زين ده لا 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 عمي ده حتة بلسم مش زي زين خالص مش عارف زين اصلا طالع مدفع لمين المهم هتقدر يترجعي معي البيت النهاردة انا مش ضامن زين ده ممكن يتوب علينا فجأة وياخذك ويرحولك وعمي لازم يشوفك ويطمن عليك سكت ما بقيتش عارفة اعمل ايه هروح ليه وانا اصلا مكاني السجن شاقت قمق بيت انا مجرمة وغلت ولازم اتعاقب خلاص المحلول خلص ونقدر نمشي هتقدر تمشي ولا شيلك بصيت له وتنهت عشان نفهم اني مش عايزيش اني تاني مش حكاية هي اصلا ابتسم وعارف اني مش عايزيش اني فخرج وانا دعا الممردة دخلتلي وفي ايديها شنطة وفضل هو مستنيني برا لقيتها بتخرج من الشنطة دراس حلوة قوي ولونه هدي قوي خليني اسعدك تلبسيه هزت لها دماغي اني لأ مش عايزة هي دومك متقطعة ومش هينفع تخرجي مع الزبط اللي برا بالشكل ده وبدأت تساعدني ان يلبسوا انا بصراحة مش عارفة سلة القربة اللي ما بينكم بس بقين علي خايف عليكي قوي ربنا يهنيكم دحكت بيني وبين نفسي كان نفسي اقولها انتي بتقولي ايه او بتفكري في ايه او هيكوني انفقرة النجاسر ممكن يحبني في يوم الايام دي كلها مجرد شفقة مش اكتر ما هي بنات البلد مخلصتش عشان يبص المجرمة زي انتي ملامح وشك هادية جدا وراية قوي بس بها تانا وضعيفة قوي والتعب مغطي جمالها حافظي على المسكات الطبيعية وتغزي كويس وبادي عن اي حاجة تضايقك عشان وشك يرجع له نظر وحيويته تاني بعدها جاسر خبط على الباب فازنت له ممرضة انه يدخل هيا ارائيك يا باشا زي الامر شكرا على تعبك لا تعب ولا حاجة حضرتك تؤمر يلا بينا هزت دماغي ومشيت معه بيضقه ببطء لاني كنت لسه حسة بشوية ايهاق بسيط وصلنا للمكان اللي جسر بيقول ان عيلته فيه ولقيتها فيلة كبيرة وفخمة وعلى اعلى اطراز في مكان ما يسكنش فيه الا الناس الغنية قوي اللي هما بيطلعوا في التلفزيون وقفت متنحة بعد ما خرجت من عربية ولقيته تقدم ووقف جنبي وهبيشجعني كامل ماشي في الحديقة اللي كأنها حتة من الجنة ما هي بالنسبة لي كده اصلا انا ما شفتش جمال زي ده قبل كده ولا حتى في احلامي لباقسها روح ممكن تخليكي هنا لحظة وانا ارجعلك حالا استنيت شوية لقيت جسر جاي ومعه الرجل كبير وشكله زهيبة وقرع على وشه ولقيته جي علي بكل لهفة وشقه وحنين وحاوتني بييدول اتنين وهو بيقول لي بسك كله تأسر ودموع روح بنت اخويا الغالية حمد الله على سلامتك يا بنتي اتعمي بيقول لي وصوته كله فرحة لما شفني بتلفت حوالي وكأني بدورها لحاجة معينة عارف ان في حاجة كتير عايزة تعرفيها ادخلي معايا ووريكي قطك استريحي وبعد احكي لك على كل حاجة بصيت لي جاسر لقيته بيهزلي دماغه ان انا يعني اروح مع عمي اولي بيقوله علي عمي ما انا مش فاهم حاجة لسه اتفضل يا روح يا بنتي ده بيتك من النهاردة اتنهد عم علي براحة وبص الجاسر بامتنان وطبطب على كتفه واخدني لجوا الفيلا في الوقت ده اللي هدقوا كمالين مكان ومفيش حد تقريبا كده الكل كان نايم او ان الفيلا كبيرة دي كلها مفاجر عمي علي وجاسر او ده اللي ظنته يعني وقتها بس حيوا اعتف حب الفيلا من اول نظرة كنت خلاص بطلع اول سلمة مع عمي لقيت جاسر بيبص صوراه وبيقول اللي داخل من الباب وعينه كلها تحدي اهو زينجي يا عمي وهو اللي اروح وحب يعملها لحضرتك مفاجأة كده ولا يا زين الا وغمز للزين فتلقائيا زين دور بعينه علي مش مصدق ان جاسر جابني انا ومخافش من تهديداته من انه يعني يعرف ابو مكاني واول ما شافني عينه تلونت شرار بس رجها بسرعة اول ما ابوه راح عليه وبايده اللي اتنين طب طب على كتفه كنت عارف ان ابني راجل واعتمد عليه فخور بك يا ابني انت ردتلي روحي من تاني اما انا بقى فاول ما شفته خفت وانت ماشتف نفسي ما تخفيش زين تلونت هنا مش هيعمل فيك حاجة اتطمني تلونت في حماية عمي علي لا زين ولا غيره يدري ازيكي خليكي متأكدة من ده عمي قرب مني واخدني قطي وفضل قاعد معايا اما زين فبمجرد ما بوطلع وجاسر طبعا عارف ان زين مش هيسيبه فحب يهرب منوشه السعادي لكن زين مسكو ودي له بوكس جامد بقى عملت اللي في دماغك وعصيت او امر يا جاسر جاسر حاول يتخلص من قبضة المدفع اللي لما يندفع محدش بيعرف يوقفه وقال له لعله يعني لو سمع كلامه يسيمه طب بزمتك يا اخي مش ابوك تردت في الروح والباس ما رجعت لوشه اول ما شاف روح طب يون عليك ابوك يفضل زعلان عشان يعني مش عارف ينفزه سيت اخو مش متأكد من ده وهتفضل روح معنا هنا لحد ما نتأكد او نسبة العكس على قل سبق شوية مع ابوك وفرحهم هما الاتنين البنت شافك كتير انت ايه ما عندكش رحمة يا اخي لا انت اللي العاطفة متغلب عليك قوي وبتتحكم في تصرفاتك وهديني هو راك لحد ما عدلك يا جاسر او خرجك من الشرطة من اصله ما اللي زيك ده ماينفعش في شغلنا اعمل اللي انت عايزه انا مش هتغير يا زين عمرتيبه والانسانية ما كانوا غلط ولازم نبص على المتهمين على انهم بشر ونعملهم برحمة ومش مجرمين عمرهم ما كانوا عيب عايزت جزيني جزيني براحتك بس خليك عارف لو اخدت روح في الوقت ده ابوك هيتعب وانت هتلوم نفسك قوي الكلمه ده وسابه وطلع على فوق لقوته وهو حطت ايده على فاقه من الالم بعدها دخل الحمام اللي موجود في القوضة واتمضمض وخرج بقاية السائل اللي في بقه وبص النفسه في المراية انا صح واللي انا بعمله ده هو عين العقل بعدها تنهي تاني وبدأ يغير يدومه ويستعد عشان ينام اما في القوضة بقه اللي كان مجهزة لي عمي واللي هي بيتقطي من اول ما دخلتها حسيت اني خايفة ادخل وترددت اني ادخل لكن عم بيشجعني طم منيني عليك يا بنتي انت كويسة بصت له من نظر الضياء وحسيت انه هو ما يعرفش اللي انا عملته معلش يا بنتي اكيد عنيتي كتير انا الحياة ما شفتاش قبل كده لكن جدي الحاج مهر الله يرحمه وابويا صالح كانوا بيحذرون منها وابوكي كمان حكالي عنها كتير اول ما جاب سيري ببابا بصت له بلعفة وانا بحرك راسي من فوق لتحت عايزة تعرفي والدك حكالي ايه حزي الدماغي بقاه عايزة اسمع اي حاجة عن بابا عايزة عرف اي حاجة عنه ولي مش معكم انا من فترة مش طويلة من حوالي كده سنة ابوكي يالي وطلب يتكلم معايا قال اكتبي انا واخوتي ما كانتش قد كده وده بناءنا على طلبه كان عايز يبهد ويكون مع نفسه فاحنا احترمنا رغبته رغم اننا كنا عايزينه انه يعيش معنا عائلة واحدة لكنه رفض ماكنتش عارف عنه كتير وده لان سعيد مختلف عننا في حاجة كتير المهم اليوم ده جيه وقعد معايا ووشه كمالين هموم وحزن يغطي العالم كله فلاش باك سبتلي في ايدي وبصتلي باهتمام خير ياسعيد مالك وشك انك شهيل همك وهم الناس معك لي لقيته اخد نفس مليان كله هم وغلب مالوش اول من اخر عايز اقولك على حاجة يا علي وانت لازم تساعدني لقيا بلا عليك تساعدني يا علي انت اخوك ولادك في الشرطة واكيدة يعرفوا يوصلوا لها بس بلا عليك من غير محد يحسب ده وخصان امي حرقت دماغي ما انا مش فاهم بيتكلم عن ايه تلاقي مين فاهمني انا مش فاهم حاجة ولا فاهم بتتكلم عن ايه بنتي علي بنتي برقت له بندهاش انا اول مرة اعرف ان سعيد مخلف وكمان عنده بنت بنتك امتى دا وازاي محدش فينا يا رب ده بنتي تقريبا فاهم رجاسر ابن رقوفي علي انت بتقولي يا سعيد وازاي محدش من اخوتك يا عرف ده ابوك نفسه ما عرفش حاجة عنها يا علي اسمع من غير كلام يتول شرحه بنتي روح امي خدتها مني ومنعتني عنها انا ومها كانت الاول بتسمح لنا ان احنا نشوفها لكن بعد كم سنة منعتنا خلص ان احنا نشوفها لدرجة انها نقلت مكان احنا ما نعرفوش عشان ما نوصلهاش واديني او لحد يومنا مش عارف ما كان بنتي وانا متأكد ان تاني موريه من الول اضعاف وساقيا اللي محدش يقدر يتحمله هنا نزلت دمعتي انا روح وانا بسمع اللي بيقوله عمي لان اللي بابا متأكد منه فعلا بيحصل وشفت اللي محدش شافه على اديها انا خلاص ما بقتش قادر اتحمل لازم تساعدني لقيا يا علي انا عايزة شوف بنتي قبل ما اروح وحصل امها غمضت عيني بأسف فسكت عمي فبصت له عشان يكمل وعدت ان يعمل اقصى ما عندي وهوصي ولادي زين وجاسر عشان يدوروا عليها وبدأ يديني ملامح ليكي على حسب ما هو فاكر قال لي انك مش بتتكلمي رغم انك مولودة بتتكلمي بس مش عارف اللي حصل واكيد امه السبب وقال ان ملامحك فيها شبه كبير من جدك صالح الله يرحمه ووصف لي امه ووصف لي كمان قديها ستة خبيثة وانيتها دنيئة زي افعلها ومقالش اكتر من كده وقداني سورة ليكي وانتي طفلة وفي ده راسة بلك كلمتين وبيعتزلك في يوم انه مقدرش يخلصك من امه وانه هو بيحبك قوي هو والدتك الاتنين بيحبوك قوي الاخر يوم في عمرهم عيوني دمعت وانا بسمع وفرحانة كمان ان بابا وماما ما تخلوش عني زي ما انا كنت فهمها بصيت له باهتمام عشان اسمع لسه هيقول ايه ومشي علي ووعدتوني لقيكي ومن بعدها ما عرفش عنه اي حاجة اختفق مولوش اثر ما تلاقيش ابوكي هيظهر اصلاً ابوكي طول عمري ما نعرفش عنه حاجة بيختفي وقت ما يحب ويظهر برضو وقت ما يحب واكيد لما يعرف ان احنا لقيناكي هيظهر عشان يشوفك اتو من يا حبيبتي اخدت نفس عميك وكل امل ان يشوف بابا تاني فطبطب عمي على دهري بحنان واش هقول لي على الدولاب ده دولابك في كل تحتاجيه غير يدومك ونامي يا حبيبتي والصبح ان شاء الله نبقى نكمل كلامنا وهارفك بقى على مرات عمك وبقيت العيلة هزت له دماغي وهو قرب مني وبس رسي تاني وخرج بعد شوية سمعت الباب يخبط خبطتين بصيت عليه لقيتها واحدة اول مرة شوفها بتبصلي وبتبتسم وشايلة على ايديها صانية فيها اكل الهاشة يا نسا بقى الفانة وعافية عرفت انها الشغالة حطت الاكل ومشيت على طول وقفلت الباب وراها ما زلت وقفة في مكاني لقيت الباب اتفتح مرة واحدة اتفزحت مكاني لاني اتفاجئت بيقى دامي نفس النظرة اللي بتخوف نفس نظرة الكرة نفس نظرة الانتقام مش بقولكم انا حاسة ان ساعت دي لحظة مش هتدوم تلقى ايا رجعت الورا وحطت ايدي على كتفي كأن جسمي لسه مكشوف من اللي عمله اخر مرة قفل الباب وفي دلوقف مكانه وعلى نفس نظرته الحدة بلعت ريقي وحقيقي كنت مرهوبة جدا دلوقتي انت عايز مني ايه تاني اوه يا جاسر وانت مش قلت لي مخافش ومش هيقدر يعمل لي حاجة فينك دلوقتي تحميني منه وطال صمته زي كل مرة وفجأة اتكلم فاتخضيت لكني ما كنتش متوقعة انه يتكلم في اللحظة دي ايه الستاني مكده مبسوطة خدمة خمس نجوم مش كده وده هادية وسري المريح وعشا ملوكي ها ناصك ايه تاني عرفت ان هو بيصخر مني لقيته بيكمل كلامه بنبرد تهاكم المرة دي اول مرة شوف مجرمة بتتعمل بطارية دي بس انا اللي غلطان وغلطتي بقى ان انا سمحت الجاسر ياخدك من بداية ما انا اللي خفت اللي تروحي ويجيبيلي مصيبة فسمحت له انه ياخدك عشان يلحقك بس اتلعت زي القطط بسبع ارواح اتناهت وغمضت عيوني لسواني واسمعته بيقول وهو بيضغط على درهاي اكتر ومع كل ضغطة بغمض عيني من القلم اوهيكوني فاكرة ان يسيبك في الوضع ده كتير تبقى بتحلمي يومين بالكتير وهترجعي المكان اللي تستحقيه الزنزانة فاما في اللحظة دي وكأنه حس بي لقيته بيفتح باب القوضة واول ما شافني وقفه روح انت كويسة ما كنتش كويسة لا يا جاسر انا مش كويسة انا خايفة انا في كمة الرعب من الكائن اللي مش بيحس اللي وقف قدامي ده فدلت مخبية وشي مش عايزة المحو حتى اصلا لما بشوفه بهادلي تاني ذكراهيك جدتي اللي حاولت امحيها لقيته وقف قدامي كأنه بيحميني كأنه الدرع الواقلية وبيبص لزين بتحدي زين لو هربت منها تاني بقى اي شكل من اشكال هتشوف جاسر تاني عمرك ما شفته قبل كده سمعني زين بصله بالستازاء وإيده في جيبه ورفع حجه معقولها تدخل عن استازاجة اللي انت فيها واول ما تعادي هتعادي خوك وصحبك وحبيبك عشان دي زين انت عمرك مكنت قاسي ولا ظالم كده انا مش قاسي ولا عمري كنت ظالم يا جاسر انا بقى ظالم فعلا لو محطتش كل واحد في مكانه الحقيقي انا بخلي كل واحد ياخد حكابه اللي استحقه هو انا كده بقى في نظرك ظالم واللي بتعمله في روح ده تسميه ايه عملت ايه ها قولي عملت ايه غير شولي وانك تتعدى على ديفة بيتك وفي حمايتك ده برضو من ضمن شولك ولا حتى من مبادئك زين انت طول عمرك معروف برجلتك وشعمتك ليه بقى جاية على الغلبانة دي بالشكل ده ليه انا متعددش عليها انا بقى ورية حد عشان تعرف هي مين ويه كويس ماشي يا سيدي شكرا رسالتك وصلت زين زق ايده وبصله بدي ومشي وساب القوضة اما جاسر فقرب مني ما تزعليش حقك علي انا وعتك ان هو مش هيتعرض لك وبردو تعرض لك انا قاسف ما توقعتش ان هو ما عملش حساب لابو ويتعرض لك وانت في حمايته انا كنت في قدسي بستعدل النوم فجأة حسيت ان لازم اجي طامن عليك والحمد لله ان انا جيت في الوقت المناسب ما كانش في مني اي استجابة فبدأ يقلق روح مالك بالله عليك ما تقلنش عليك انت كويسة طب بتشتكي من حاجة طب شليدك من على وشك يا روح بدأتش لها وبصت له والدموع مغرقه وشي لقيته بيمد يده عالتسريحة وبياخد منديل وبيدهوني عشان خطري بطليها ياط ما توقعش قلبي اكتر من كده اخدت منه المنديل وانا ببصله ومستغربة لحنان اللي في عينيه من ناحيتي سمعت الباب بيخبط فترة عشت ما تخافيش انا معايك بصينا على الباب لقيت ستة كبيرة فعمر ماما كده لو كانت لسا عيشة اقشها سمح وبشوش لأقصى حد اتفضل يا امي اول ما عمك علي قالي على روح ما كدبتش خبر وجيت عشان اشوفها ما قدرتش استنى للصبح لكنها لحظت ان انا بعيط مالك يا بنتي جاسر روح بتعيطني لا 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 ولا حاجة يا حبيبتي دي بس متوترة وخايفة مكان انا اصلا مكان جديد عليها يا حبيبتي ما تخافيش انت هنا في بيتك ووسط عيلتك من ورانا يا روح ده عمك فرحان بكي جدا روح دي ماما نادية مرات عمي علي وام زين بصيت له باستغراب معقول القلب الحنين ده يبقى ام زين انا فكرتها والدتك انت امه وابوه زي البلسم امه اللي هو طالع كده المين وبدأت طنطنة ديها تمسح لي دموعي واقعادتني على طرف السرير وطلبت من جاسر يقرب بتربيزة اللي عليها الاكل كانت عايزها قربة من السرير وفعلا قربها وبدأت تحاول تأكنني جاسر لما لقى الوضع مستتب وان وجوده مالش لازمة استأذن بترمي في حضنها تاني ياه ماقولكوش قد ايه الحضن ده غالي قوي عندي ده عندي بالدنيا وما فيها لو خيروني من فلوس الدنيا كلها وحضن الحنين ده مش هتردد لحظة واختاره نمت من ايديها زي طفل الصغير اللي ممكن ينام في لحظة وفي اي مكان فابتسمتلي وبساتني من خدي وعدلتني في السرير وغطيتني وما مشيتش غلما تأكدت ان انا في سابع نومة تاني يوم انسي قررت انها تروح تاني مركز الشرطة والمرة دي هتقابل الزاب الجاسر مزين ونزلت من التاكسي جري عشان تدخل الاسم مش قادرة تستنى هتتجن انه تعرف اخدوني على فين فخابتت في واحد واتضح ان هو ظابط انا بجد اسفل حضرتك سوري حصل خير بس خدي بالك المرة جاية اكتر من كده والله حقيقة انا اسفة جدا ولما عرفت ان هو الزاب الجاسر اوه انا انا اسفة اوي انا خبيت الحقيقة ايوه والله انا اعرف روح بس اعرفها من زمان قوي من ايام ما كنت صغيرة بس دلوقتي ما اعرفش عنها حاجة بلها ليكي حضرت الزابط قولي هي فين وخبيتوها ليه انا قومت لها محامي وجيت عشان اشوفها حضرت الزابط التاني انكر وجودها رغم ان هو جي اخدها من بيتي روح كنت طول الوقت عندك واحنا بندور عليها لو والله العظيمة كنتش عارف مكانها دي كانت لسه جايالي كنت اقول مرة شوفها من 12 سنة ويا دوب سلمت عليها وحضرت الزابط التاني جي وقبض عليها ودلوقتي بينكر ان هو شوفها من اصله وجز على سنينه وسكت بالله عليكي حضرت الزابط حضرتك بان عليك قلبك طيب بعكس الزابط التاني روح بنت غلبانة ووحيدة وملاش حد لو كانت غلطت تتعاقب بموجب القانون بس ما تخوفهاش كده تمام ما تليش انا زابط الدنيا وعرف هي فين وهاقولك الله يبرك في حضرتك يا رب طيب انا هجي عالدور تاني عشان اسأل حضرتك عملت ايه مناسب لحضرتك ولا ايه هككون موجود في الوقت ده لا خليها بكرة في نفس المعدة تمام بس بلعلك خد الموضوع بجدية من فضلك ماشي قلتلك هتصرف خلاص بقى اما انا بقى فقومت من النوم معرفش الساعة كام نمت ولأول مرة نم ارتحنه مع ميك مش يهني زي المرات التانية كان بيغم علي من التعب ومن اسوط الزكريات لقيت الباب يخبط خبطة بسيطة وبعدين طلت منه بابتسمتها لتشرح القلب واول ما شفيتني سحيت ابتسمت وقربت مني نوم العافي على بدنك يا حبيبتي اخبارك دلوقتي ابتسمت من غير كلام انا كل شوية اجي بص عليك الا اجي في سبع نومة فبخرج بقى بسرعة عشان ما عملكش قلق انتي اكيد جا عينة صح انتي ما شاء الله نمتي يوم كامل وبقى نها الساعة خمسة وده بقى وقت الغداء فهيدوب تجازي عشان تنزلي تبغذي معانا وكمان تتعرفي على بقية العيلة عمك روف مشتق انه يشوفك وطانت فريدة كمان ام جاسر متشوكة جدا انها تشوفك وكمان عمتك اشجان وبعدها سعدتني اني قوم وودتني الحمام من الجنب قطي لان قطي ما كانش ليها حمام بس قالت لي ان عمي علي قال انه في قرب وقت هيجيب لي حد عشان يوسع القوضة ويدخل الحمام عشان يكون فيه خصية اكتر لها رجعت تاني قطي وطانت اخترت لي دريس ابيض مشجر وبوردات صغيرة وشكله كان تحفة بس مش عارفة هم اللي مصممين على الوان الفتحة الالوان النقية دي انا ما استهلش يا جماعة انا على رأيي زي مجرمة ما استحقش الى العكاب والسجن حطت لي ميكب رائي وصرحت شعري وزبطت شكلها الاخر وهي بتكبر وتبارك اللهم ابارك ات عمدي ربنا يحفظك يا بنتي بصيت لنفسي باستغراب في المراية ياه قدي لها يدوم بتغير شكل الانسان وبتدي له قيمة لدرجة انها تقدر تخفي وراها سواد القلوب والنفوس جدتي كانت طولها امرأة ست شك جدا ومتميب لبسها وشكلها لا اقصى حد ده حتى جسمها كأنها شاب صغيرة لكن هل بقى حد كان يعرف خبص باطنها كانت عبارة عن شطان متجسد في انسان حلو المظهر حتى انا مظهر يوحي بالبراءة وانا في الحقيقة ابعد ما يكون عن براءة بكمان لقيت طنط بتقول لي وينفقرني متضايق من الحبوب اللي في وشي او السواد اللي تحت عيني من التعب والشقة اللي شفتها في حياتي يا بنتي ما تشجيش هم انتي مع الاكل والنوم كويس وشك هيرجع لطبيعته وهيرجع له حيويته ونظرته من تاني انا عارفة ان الظروفك كانت صعبة يروح معلش يا بنتي الحمد لله انزح كل ده لكن انتي والله جميلة جدا وعنكي فيها براءة ما شفتاش في حد قبل كده بعدها اسمعنا البابي خبط تاني لقيت ستتين في عمر طنط نادية وتقريبا كده انا قدرت اخمم مين دول هما زي ما اعتقد كده ان انتو معرفتهم اللي جابكم انا مش قلت هنجاز وننزل انتو تأخرتوا قوي وبصراحة كده انا متشوق اشوف روح واتمن عليها اسمعي يا حبيبتي اللي كانت بتتكلم من شوية دي دي طنط فريدة امه جاسر ابتسمت لها وعرفت بقى جاسر جاي بتطيبه وجمال ده منين نسيت اقول لكم ان جاسر بصراحة امور قوي بس انا وقتها ما كنتش فيئة خالص ان انا اذكر ده لكن دلوقتي الوضع اختلف وبلاش بقى تحرجوني فعلا العيلة كلها جميلة حتى زين رغم الاسوأ اللي بيرسمها على وشه الى انه واسم جدا طنط نادية شورت بعدها على السيدة التانية اللي كانت وقفة والدموفة عنيها ودي تبقى عمتك اشجان يا روح بنت اخويا الغالية يا حبيبتي يا روح الحمدلله اع سلامتك انا حياة عيط لا لحظة مش هعيط انا هيغم عليها على طول ما اقول ما اقول في كده بقى انا بتعمل بالحنية والانسانية والعطف ده ده كتير علي في يوم واحد اكيد انا بحلم اه ده حلم جميل ياريت ما قمش منه ابدا ما طايتش يا حبيبتي الحمد لله على كل حال واحنا ان شاء الله هنعوضك على كل الاسول اللي هشتيها من جدتك نزلت معهم على تحت وكان عمي رقوف انتظاري مع اخو علي واول ما شافني جري نحيتي واخدني في حضنه وبس راسي ازايك يا روح يا بنتي انا عمك رقوف ابتسمت له انا قلبي بيرقص وفرحان جدا قدي انا عايشة حلم جميل ومتأكدا للاسف مش عيدوم كتير الكل كان فرحان بيا ومبسوطين جدا لكن قدرت ألمح ودي يومنا يرى شعورتلي من غير ما اتقرب مني اما يومنا قد ايمالة محاكنة جميلة وهدية جدا وروحها كمان بان عليها طيبة لكن يرى كانت نظرتها لقيمش مريحاني لكني على كل حال ابتسمت لها بعدها قعدنا على الصفرة وعمي قعدني جنبه وده من الواضح كده انه دايق يرى جدا لاني اكتشفت ان المكان ده مكان زين بس هو مش موجود دلوقتي زين وجاسر لسه مجوش ليه تأخروا النهاردة زين قالي ان هو يتأخر واكيد جاسر مشغول معاه ربنا يعنهم ويقويهم الكل بدأ يأكل وانا بصت لهم وانا مستغربة انا مش بعرف يكل بشكة والسكينة رغم ان جدتي كانت حريصة انها ما تكلش غير بيهم الا اني عمري ما استعملتهم معظم اكلي يا اما بالمعلقة او اكتر الاحيان بيدي اه دي الحقيقة وانا مش هتكسف منها انا كنت باكل بيدي روحي يا حبيبتي كلي بالطريقة اللي تريحك واللي انت كمان متعود عليها وعشان انا متحركش طلبني شغالة ناجي معلقتين واحدة ليه وواحدة ليه بعدها حطت الشكة والسكينة على جنب وبدأ ايه كل بالمعلقة بيدوق هتستغربوا اني يقول لكم وبالرغم اني مكلتش حاجة من مبارح واني كنت اقيمة جعانة جدا اللي اني شبعت كمية الحنان والعاطف والنظرات المريحة اللي انا شفتها النهاردة كانت كافلة انها تشبعني الشبع النفسي تأثيره اقوى بكتير من شبع الجوع يا جماعة ما تسموش اولاكم جعانين او تخلوهم جعانين حنية او عاطف شبعهم احضان وبص وتمليس على شعر شبعهم كلمة حلوة وابتسامة ونظرة رضا صدقوني اللي احتياج النفسي لما يتشبع تأثيره افضل من يوم مرة من انكم تشبعهم تعليم او تربية ما تصرفوش فلوسكم على المدارس الانترناشنال والدروس الخصية وكمان النوادي الرياضية وبس زي ما بتصرفو فلوس اسرفو مشاعر التفل بيحتاج كلمة بحبك اكتر من حكته للاكل والشرب صدقوني انا اللي جربته هاشتر محدش عايشه ولا حتى دقوه في حياته ما قدرتش حط اي اكل في بوقي رغم ان ريحة الاكل تشاي جدا لكني حقيقي يكفيني اني قاعدة وسطهم طنطة لقيتني على وضعي ده وبصت لعمي اللي شاولها بعينه فمسكت مع علاقتي وبدأت تأكلني بأيديها لكني وارا كانت بتبوصليته للوقت بنزعج ومع بصت علي اتحركت ورفضت اكل تاني وهزت دماغي ان خلاص شبعت الحمد لله وكتفيت ايه يا روح انتي ملحقتش تاكل يا حبيبتي طب لو مش عايزاني اأكلك يلا امسك المعلاقك لانتي يلا حاولت بس ما قدرتش بعد الاكل الكل راح يشوف شغله فدلت انا بقى مع طنطنة دي وعمته اشجان وعمي وبدأوا يحكم عليه شوية فقى حديث عامة روح تعالي عرفك على الفيلا اخدتني لكل جزء في الفيلا عشان تعرفني عليه وجات عن الصورة كبيرة وكانت اخدم صحة كبيرة قوي من الحيطة ده جد وطهر كبير العيلة جد عمك علي ورقوف وكمان عمتك اشجان بصيت عليه بلافة وبصيت عليها بلافة اني محتاجة شور صورة بابا بس ما فهمتنيش تعالي افرجك على الحديقة وجزء الخصبية وزرعاتي اللي بزرعهم بنفسي بدايت تشعوري على كل زهرة وتعرفني اسمها وانا كنت بتفرج باستمتاع عجيب بعدها شعورتي على طربيزة جنب الزرع روح هروح اطلب من ده ده زي نبكوا بايتان عصير وانتي عودي هناها وهطلع لعمك الاول على مكتبه زي ما هم تعود قعدت زي ما طلبت مني واستنتها وفجأة ليته جاي من بايد علي ويف قدامي وانا اول ما شفته اطرعبت ووقفت على طول وانا منزل وشي في الارض لقيته بيقول وهو بياخد نفس وبيخرجه بغيز اللهم اطولك يا روح انتي يا بيت انتي عبيتها اللي بتستعبطي انا مش اهلك مبراح ما تنسيش نفسك هو ما تعيشش الدور انتي يا ماما مكانك مش هنا اللي بتفقري فيه ده مجرد اوهام انتي مكانك في السجن ومش هتغذي اقل من 15 سنة سجن ده قتل عمد عارف عيني قتل بلع تريقي وغمط عيوني بألم انت كمان مستقطر عليها عشلي يومين زي اي بني قدم عادي وبشكل طبيعي انا عارفة اني هتسجن وممكن ما طلعش من السجن تاني عشان كده كان نفسي عشي يومين اتمتع بدفق العيلة ومعنى الامان اللي حسته هنا من فضلك سبني اتهنى بيه وما تحرمنيش منهم زي ما نعيشت طول عمري محرومة من حاجات كتير انت فهمت انا قلت ايه هزيت دمائي بسرعة من غير ما بص عليه فهمة فهمة عاديني اعملي دلوقتي ابعدي عن امي تماما ابوي انا عارف نواية جنن عليك وبيحبك ولا كانك بنتو ومش هاضر اعمل حاجة في ده لكن امي بقى اخط حمر ابعدي عنها فهمة هزيت دمائي تاني وبقول جوايا فهمة فهمة طب ما تقبض علي دلوقتي وقت ريحني طالما يعني عايزني ابدا عن الكل اي انا بقى بقى ايه لازمتي انا مش مهم اليومين الحلوين اللي انا بحلم بيهم طلعمري ما جاتش عليهم يعني هم كمان ما بقيتش فرقة ياريت تقبض علي دلوقتي بدل ما تعلق بحد فيهم واضحب اكتر رفعت راسي وكانت عيوني لي وهي غرقانة دموع وبصت له بقار لقيته تهز فجأة لكنه بسرعة رجعتاني لحدته وكمان نظراته المخيفة بعدها سبني ومشي بصيت عليه هو ببعد قلت في نفسي ليه ما خدتنيش الزنزانة تاني دلوقتي انا بجد مش عايز اعود هنا هو مع حق انا كنت فعلا بدأت انسى نفسي بدأت عيش حلم جميل وكنت بغص فيه ومتأكد ان يغرق في النهاية فجأة لقيت يارا بتجري عليه وبتستقبله استقبال حلم وهو بتصنفه الشهر زين وحشتني قوي انت اكتر يا يارا اخبارك ايه اتغدته اكيد صح اه لسه من شوية زين هو انت مش ملاحظ حاجة حاجة زي ايه يعني حاجة فيه لا في ايه يعني مش شايف يعني وشي دبلان وزعلان ازاي من ايه من لي زعلك انت اي زين هو نقدر اه قدرت وزعلان منك قوي ومخصمك كمان يا خبر كل ده ده انا وحش قوي على كده فوق ما تتصور بقى كده تسيبني زعلان ومتجيش حتى تصلحني او حتى تعتذر على اللي عملته اصالحك واعتذر ليه ان شاء الله انا زعلتك فيه معقول هاي زين مش عارف هي لأ بقولك ادخل يا رف الموضوع على طول انا ادماي فيها مليون حاجة زين انت وعدتني هتخرجني مبارح وانا فضلت مستنيك طول اليوم وفي الاخر انت مجيت شهر متأخر قوي وطبعا كانت ماما استحالة وفق ان احنا نخرج انا ما حصلش زين معقول نسيت وعدك لايه مبارح يارا لو تفتكر كلامي كويس انا قلتلك استنيين لما ارجع من شغل ونبقى نتكلم في موضوع الخروج ده ما قلتش هنخرج اكيد يعني في فرق يا يويو يا سلام يعني ايه بقى اوادك اني اول ما لايه الوقت المناسب هخرجك انت ويومنا لأ انا وانت وبس لوحدنا يعني زي ما تحبي انا اطلع ارتح بقى ولا ايه نظام اكيد اتفضل في اللحظة دي طنتنادي كانت جايبة صناية العصير من الدادة وخرجالي بيها واول ما شافت ابنها وشان شرح حمد الله على السلام ايزني حبيبي اطلب من الدادة تحضلك الاكل وقولها كمان تطلعولك فوق لا 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 انا اللي هطلعها اي طنت نونة ما تشليش همد تمام يا يويو طنت ليه حضرتك بنفسك شايلة صنية فين ده زينب وناديها ردت بتوضع كعادتها وزينة عارف ده عشان كده ما هعلقش عادي يا يويو المشكلة يعني ان انا اللي روح تجبتها بنفسي انا عايز اعود مع روح في الجردن شوي ها زين اول ما سمع اسمي اتعصب قوي واستأذن وتلع قدته قبل ما حد يلاحظ ان هو متعصب طيب انا طالع عايز حاجة يا ماما لا يا حبيبي هبقى طلعلك كمان شوية عايز اعود معاك تمام ماشي عن اذنكم كان يوم الصبح على الفطار الكل قاعد في مكانه وطبعا عمي طلب مني اهو جنبه في المكان اللي هو في الاصل بتاع زين ولما زين نزل زين معلش يا ابني اهو جنب يا راق الفترة دي بس زين بص لي ومصدوم مني واني كمان اخدت مكانه لا بالهان انتو انا طالع على شغل مالش نفس دلوقتي عن اذنكم قالوا مشي وخرجي على برا بس يا راق جريب بسرعة عشان تلحقه زين يا زين زين استنى وقف بص لها خير يا يا را زين انت زلت عشان اخدت مكانك صح؟ زين لسه كان هيرد ان انا مش في دماغه فيها سباقته دي بنت رخمة قوي وانا مش طيقة ولا حبها من اول ما جات انت كلمت معا في حاجة؟ يا را لا انت ولا اختك لكم دعوا بيها مفهوم؟ زين كان قصدوني حذرها مني لكن هي فهمت غلط وفكرت ان هو كمان مهتم بيها زي بقيت العيلة يعني ليه بقى يا زين حتى انت؟ حتى انا ايه انت لسه تسألي الا اقوله يتنفذ ملكيش دعوا بروحنا يا ايه سامعاني الكده وصبه ومشي ويفضلت دابدف في الارض برجليها ومن هنا زادت كرهها ليه اكتر واكتر بقى كده يا زفت انت من اول يوم واخدت انت باها عمي وطنت نادية ودلوقتي زين لا والف لا كله الا زين ويانا انت بايا بتاع انتي اليوم اللي بعده كان جميل جدا زي اللي قبله كنت احسى بالامان وبالحب وبكل حاجة حلوة احسس ومشاهر عمري ما حسيتها قبل كده وكنت محرومة منها واتمنى لو عاشها لحظة واديني يقول الحمد لله عاشتها بعد ما كنت مفكرة ان الساعدة امرها ما تخطي قلبي ابدا كنت قاعدة في قطي بعد الغداء وطنت فريدة كانت قاعدة معايا ونزلت عشان تشوفها مرقوف وقالت لي انها ترجع لي تاني مرة واحدة لقيت الباب يتفتح من غير استقزان فقومت من مكاني بخوف ما هو ما فيش حد غيره بيعمل كده لكني لقيتها يارا قربت مني انتي عاجبك اللي بتعملي ده بصت لها بعدا مفهم كاني بقول بالزبط انا عملت ايه انتي من يوم ما جتي هنا وزي ما عاعتش معانا على الاكل لا فطر ولا غدا ولا حتى عاشا وهو ما كانش بيغيب الا لو لزروف شغله بس انما انتي لما جتي هنا اخدتي مكانه وحسستي انه هو ملوش اي هبة ولا حتى اهمية لان عمر محد قاعد في كرسي بتاعه غيرك فبالتالي لما عامو يطلب منه انه هو يغيره والاول مرة عشانك يبقى ده تسمي ايه زين مش بيحب ابدا حد يقلل منه زين طول عمره لي وضعه في العيلة عشان كده ما بقاش يشارك في الاكل معانا ولا حتى بقى بيوض معانا عشان انتي بس جيتي اسمعي الروح عشان ما يحصلش اي مشكل ما بيننا ياريت خليف قطك اطول فترة ممكنة وبالاخص اوقات الاكل اصل انا بقى مش بيجيلي نفسي اكل وزين بعيد عني بحب اشوفه قدامي واول ما بيوضي اكل انا كمان بقدر اكل بشهية وكمان نفسي مفتوحة فمش هتيجي انتي بقى وتحقري مزاجي ومزاج زين في غمضة عين عشان انا مش هسمحلك بده ولا هاشفك عليك قالت كلامها ده وخرجت وانا بصراحة اتجاهلت كلامها لانه لا يعنيلي شيء انا هنا لفترة مؤقتة وهايزة قضيها بالسمتاه مش ههكرها يعني عشان سيزين وستياره دول رحت وقفت في البلكونة فلمحيتني تنتناديا اللي كانت بتسقي زرعها فنادت علي روحت علي ساعديني نسقي زرعتي ابتسمت لها وطلقائيا اخدت السلم جاري عشان اوصلها وسقي زرع معايا قد ايه كنت فرحانة لكن لقيت جسمه معت معريض واعترت طريقي رفعت رأسي شوف مين لقيته هو ازاي يعني ما قدرتش اتوقع بلعت طريقي ونزلت عيني من عليه انت رايحة فين وقفت مكاني وما بقيتش عارفة اعمل ايه هو حذرني قبل كده من اني قرب من ممته هلا اكمل طريقة وروح لها ولا ارجع قدتي تاني واخد بنصيحة يارا لقيته قرر كلمه تاني بس بحدة اكبر قلتلك رايحة فين لما كلمك تردي علي انت فاعمة انت غبي يا زين ما تعرفني مش بكلم اخدت نفسي وكررت بقى ارجعتني قطي في التوق الحال لقيت وقف قصادي نزلت لامي ليه انا مش قلتلك امي خطة احمر انت ايه ما بتفهميش اسمعي بقى قويت قرب لام تاني سمع ما تخلنيش عفكة صبري الا انا مسكو بالعافية واخدك دلوقتي حالا ارجعك المكان المفروض تكوني فيه انا بسببك خلفت ضميري وخلفت القانون ولو حد عارف ان كان انا اروح في ستين دعية فبلاش بقى تخرجيني عن شعوري تقطقت الراسي وهزتها كم مرة ورجعت تاني على قطي واترميت على السرير حزينة ومتدايقة حتى يومين السعادة مش عارفتها النبيهم وبدأت عيط بس فجأة روح التمرد ظهرت فجأة والبسته بالتفولة اللي اتحرمت منه وقمت تاني وقمسحت وشي وفتحت الباب بشويش عشان اشوفه في الطريق ولا لأ بس ما لقتهوش دحكت دحكة زي الاطفال لما بيخلفوا اوامر اهلهم ويخرجوا من اواضهم من غير اذن جريت بسرعة البرق واخيرا بقت عند الباب تحت فخبطت في جسم تاني بس حقيقي مش معتم ابدا لقته جاسر قدامي وكأن الدنيا نورت في وشي نطقتها بقلبي وقلت جاسر قد ايه كنت مفتقدة وجوده هنا وجوده بيحسني بالأمان لقيت عيونه لمهت رغم انه كان باهن عليه التعب خالص روح اخبارك ايه كنت بتجري ليه خايفة من حد هزيت دماغي وانا فرحانة بشفته وشورت له على الحديقة فبص المكان ما شورت وشفت انت نادية بتشورني استمتعي بوقتك لو احتاجتي حاجة انا فقفوطي ابتسمت له هزيت دماغي وكملت جاريه عشان اوصل لطن تناديا وكنت فرحانة قوي بالعامله جاسر في دلوقف يبص علي لحد ما وصلت لطن تناديا وابتسم برده بعدين كمل طريقه الفوق قابلته يومنا في الطريق فلاحظت الارهاق على وشه وغيابه اليومين اللي فاته فسألته عشان تطمن عليه ابي جاسر انت كنت فين فترة اللي فاتت اوه مالك شكلك مراكوة تعبان كده ليه جاسر كان يرد عليها بيدوق لكنه اول ما رفع وشه لقزين قدامه فاتكلم بكل غيز بعد ما تناهد بتعب لانه كان حيه تعبان مفيش كنت فوما مغابية ملاش اي علاقة بشه لي بس نقول ايه منه اللي اللي كان ساب في التدبيسة السوداء اللي انه كنت فيها دي بص له زين بنتشاء عجيب وشايفه تعبان وكان على اخره ومش قادر يتحرك او حتى يتكلم كان اللوفه هناك يا ابي معلش انت قدها قالتها وبعدين بتسمت له ونزلت عشان تلحق بينا وتسقي زرا معانا ففد الجاسر وزين مناهد وناية لحد ما لكنها ابدا عمر ما كان ما بينهم النظرات دي بعدها جاسر اتناهد وقرر بقى ان هو يتجاهل زين لانه حيمش حمله مناهدة في الوقت الحالي دي عرصة ودن بس عشان عملتك اللي عملتها وخلفت اوامري ولسا حسابة كتير جايه قدام بص اخلص الاول من موضوع الزفتة دي جاسر اخد نفس عميك وخرجه بضيق نفسي اعرف بس انت اللي ضدها بالشكل ده البنت غلبانة ما تستحقش منك كل ده مينال ان انا ضدها هو انا لما دي كل واحد حقه وحطه في المكان اللي يستحقه يبقى انا كده بطه ايضا زين انت بتعملها بأسوأ ومش عارفة برر سببها معقولة مش متعاطف معاها دي في الاول والاخر بنت عمك يعني من لحمك ودمك والله يا اخي حتى لو كانت غريبة بس بعد ما تعرف اللي حصلها لازم تصعب عليك وكمان تشفق عليها وعلى حالها لكن انت ما تهزش فيك شعرة ما شفتش مجرد شفقة او رحمة تبصلها بيها ده انت اي اخي ولا كانها عدوتك او حتى بينك وبنها طهر في ايه انت يا ابني ليه مكبر موضوع قوي كده بنت عمي وايه المشكلة ما نعرفش عنها حاجة ولا حتى عن اخلاقها عمي ذات نفسه احنا ما نعرفش عنه حاجة ولا اصلا بيختفي ويروح فين ولا بيعمل ايه لو كل ما يظهر يطب من ابوك وابويا فلوس ويرجع يختفي تاني ايه عمي ده اللي بتتكلم عنه طب وبنته زنباية من كل ده زنباية نعم مجرمة ولازم تتعاكم وبسببها وبسببها كنت هزفت انت كمان انا دلوقتي اعتبر ان انا خين خين لمهنتي والشرفي والضميري يعني لما احتضم مجرمة زي دي في بيتي ابقى خين بدل مسالمة للعدالة عشان تخد مجرها تسمي بقى اللي بيحصل دايه ها لا ومش مكافيكم اللي بيحصل لا خلتوا بابا وماما يتعلوا بيها كمان دلوقتي لما يعرفوا الحقيقة اكيد هيزعلوا وهيتأثروا جدا هو ده اللي كنت عامل حسابه لو كان من الاول قبل ما يشوفوها ويعرفوها واخدتها انا وسلمتها وبعدين عارفوا الحقيقة كان الوضع يختلف ما كانوش هيزعلوا ولا يتأثروا انما اقول لي بقى على واحد طور بيحكم بقلبه قبل عقله بس ربنا من سايبك غل لما تفوق وكمان انت مش عدل وزي ما انا عايز سفام يا جاسر عارف يا زين انت مشكلتك ايه انك مش عارف توزن بين الاتنين بين قلبك وعقلك دايما بتغلب كفة على الحساب التانية بتغلب عقلك وتلغي القلب تماما وده بقى في حد ذاته اكبر غلط مش بدا ما رجح يعني كفة القلب واتعاطف مع المجرمين وكمان قتلين القتلة عقلك لو اتحكم في قلبك هتعيش طول عمرك مرتاح انما بقى لو عملت زيك كده عايش في مشاكل ملاش اول من الاخر روح مش مجرمة يا زين افعن بقى روح ضحية الجدة مع دومة الرحمة والضمير زين ربع ايده الغاية لا تبرر وسيلة سمع يا جاسر باشا انا شايف انك يا دوب تلحق ترتحلك كم ساعة كده عشان المستنيك يا بطل هترجع تندم على كل اللي بتعمله اصل عمر مطيبة والرحمة ما كان السبب فأزيد صاحبها وعشان روح ضحية ومش مجرمة زي ما بتقول وناس بتدبعون الله زين دخل قدته وحس ان هو مخنوق مش عارف ليه فدخل البلكونة شمهوة فشفني وقفة مع مامته وعمل أدحك فقور ايده اللسانة بيها على الحيطة كان متعصب جدا عشان انا عصيت اوامره وما سمعتش كلامه وكمان وقفة مع امه عادي وبتحك كمان ما هو كمان مستغطر علي ان انا أدحك كنت وقتها وقفة مع طنط نادية وانا في كمات ساعتتي عشان اديتني مرشة الميا وطلبت مني اسعادها في سائل زرعتها ويومنا انضمت لنا السلام عليكم ممكن نسقي الزرع معاكم طبعا اكيد يا موني يلا اعيش حياتك مع روح وانا عاود اتباعكم قعدت طنط نادية عالت ربيزة قصدنا وبدأت انا ويومنا نسقي الزرع باستمتاع ما كنتش عارفة روش مياه قد ايه فكنت كل شوية ابص اليومنا وعمل زيها بالزبط رفعت ارفع نزلت انزل واجيها عمو علي وانضم لطنط نادية وقعد معاها طبعا بعد ما سلم عليها انا ويومنا فطنط نادية انشغلت بيه عننا وبدأت تكلم معايا اما يومنا فحبت تعمل حوار معايا عشان تقرب مني اكتر روح انا لقيا هنا زهرة بحباها جدا واستأذنت ماما نادية انها يكون بتاعتي ايه رأيك بقى يكون لكي زهرتك الخاصة بيكي هزي الدماغي وانا مبصد قوي يلا اختاري واحدة هنسميع على اسمك في الوقت ده زين كان متابعنا من قطو وعيونه هتنط شرار وكمنغز مني فجأة الباب خبط فمشي لجنب باب البلكونة ادخل واللي يدخل والحد هنا خلس الجزء ده ويا ترى زين هيعمل ايه مع روح وهالروح فعلا بريئة واللي عمل لكده في جدتها وده اللي هنعرف ان شاء الله في الجزء الجاي وما تنسوش لو عجبتكم الحلقة عملوا لايك وشير واشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك واشهر بكل جديد بحبكم قوي مع السلامة